ليه يا دكتور ده المفروض الفراخ تعبنى ونأكلها وبتاع عشان تكبر ما هو أنا في حالة السد ده نسبة الأكسوجين اللي داخلة جوة بتكون قليلة فإذا سحب علف زيادة كل مربيين الدواجن بيجوا في مرحلة كده من عند شهر اتنين تقريبا لحد شهر ستة تقريبا كل مربيين الدجاج بيسمعوا عن حالات السد حالات السد دي لإما فيروس الـ IP لإما فيروس الـ Influenza H9 هقول لك دلوقتي إزاي تفرق بينهم بس خلينا الأول في النقطة اللي احنا مهم نتكلم فيها فأول ما تسمع عن إن حد من المربيين اللي جنبك انصاب بالسد فأول حاجة بتاخد بالك منها يعني العوامل المحفزة اللي ممكن تكون سبب لدخول الفيروس عندك طب إيه هي العوامل المحفزة دي عندك الكتمة والأمونيا والإزلام الكتمة ممكن تكون عامل محفز لزهور السد الأمونيا نفس الفكرة طب الإزلام الكتمة والأمونيا مفهومين يعني بالمنطق كده ليهم علاقة بالجهاز التنفسي طب إيه علاقة الإزلام بالموضوع ما هو أنت لما بتعمل الإزلام في عمبرك الفراخ بتحط مناخرها في السبلة فبتشم ريحة ريحة كتمة وريحة أمونيا فبالتالي بتكون دي الإزلام ده عامل محفز برضه لزهور الإي بي أو لنشاطه بمعنى أنه يكون حاد أكتر طيب الخطوة دي يا دكتور خلاص عملناها ولكن بعد الشر أو للأسف حصل برضه إصابة داخل العمبر وظهرت فعلا سدة والفراخ بدأت تشهق إيه الخطوة التانية عندك احتمالية لو أنت عمبر واحد يعني أنت مزرعتك عبارة عن عمبر واحد ولا مزرعتك عبارة عن قسم كامل مثلا 20-30 عمبر جنب بعض زي الشركات الكبيرة هنمشي مع بعض خطوة خطوة أول حاجة لو أنت عمبر واحد بالإضافة للثلاث حاجات اللي احنا قلناها إنك تمنع الكتمع من خلال إنك تزود التهوية وإنك تقلل الأمونيا من خلال إنك ريفرش نشارة وإنك تمنع برنامج الإزلام بالإضافة للثلاث حاجات دول لازم تاخد بالك من نقطة مهمة جدا بقى التركة الحلقة ما تخليش الفراخ تاكل أو تسحب علف كتير في حالة السد ليه يا دكتور ده المفروض الفراخ تعبنى ونأكلها وبتاع عشان تكبر ما هو أنا في حالة السد ده نسبة الأكسوجين اللي دخل جوه الجسم الطائر بتكون قليلة فإذا سحب علف زيادة صوصا لو أنت كنت عامل إزلام مثلا أو العمال كل شوية دخلين يهزوا العلفات الفراخ عندها خاصية أنه هما بيغيروا من بعض فممكن تلاقي الفراخ عمالة تاكل وتسحب في العلف تطلع من العمبر تلاقي إنه في إزات يعني في حالة السد ده أنا عايزك تقلل دخول العمال للعمبر تمنع الإزلام تمنع التصويم الفرخ ما يصومش لأن لو صام وجه يأكل بيهجم على العلف فكمية الأكل بتكون كبيرة بتحتاج أكسوجين أكتر فتلاقي النافق ذات مع العلاقة بين السد ده والنافق هي علاقة إن السد ده بتمنع دخول الأكسوجين للجسم تلاقي الفرخ فجأة مرة واحدة كده بعد الأكل بالزات اتقلب على ظهره وبرفص برجله وفجأة قال لها تعز ما هو واكل وشاربه أو أحيانا تلاقي العمال دخلت العنبر تهز العلافات وتشجع الفراخ على إن هي تتحرك وبتالي برضو الحركة وإنت لما بتجري أو أي حركة بتحتاج أكسوجين فتلاقي دايما برضو بعد دخلة العمال إن في إزاد يا عم أقول لك حاجة قول للعمال اهملوا شوي ما تخلهمش كل شوي دخلين طلعين في حالة أو السد أو الاتشنين يعني حالة السد دي لازم أنت تهدى ريلاكس كده وعمالك يهدو نمنع الإسلام نحط بس زي ما قلنا الرافع المناعة والغسيل الكلوي ونفهم ليه الفرخ بيموت من السد زي ما أنا بشرح لك كده إذا فهمت يبقى ممكن أقلل النافق من خلال أزود نشارة أفرش نشارة أزود تهوية على قد مقدر تمام؟ أمنع الإسلام فاهميني إزاي؟ أقلل سحب العلف على قد مقدر من خلال التركة التانية بقى إن أهد الإضاءة شوي يعني لو عندك خطين أو ثلاث خطوط نور يكفيك خط ونص فاهم يعني أهد الإضاءة بحيث الفرخ يأكل آه هياكل بس مش بيأكل بش هي أو مش بيجري كده على العلفات زي ما يكونوا النور عالي يبقى التركات اللي هي اللي أنا بقولها للسيادتك دي هكتبها لك على الشاشة دلوقتي دي بروتوكول كده للسد عمتل علشان تقلل النافق مش هيوقع في النافق بس الكيرف يكون هادي معاك طيب لو أنت بقى مزرعة كبيرة أو شركة كبيرة وقسم كامل فيه 50-60 عمبر جنب بعض أول حالة إصابة بالسدة في القسم جرز إنذار وحالة طوارق في القسم كله وتجري تجيب تحصينة تحصن باقي العنابر إوعى تحصن العنبر المصاب العنبر المصاب يتحصن في حالة أنه يكسل بنسميه تحصن الطراري لكن باقي العنابر خصوصا الأقل عمرا يعني مثلا لو أنت نصبت على عمر 25-28 يوم والسدة اشتغلت طبعا القسم مليان أعمار مختلفة فبتعمل بتسيب العمار الكبيرة كده كده هتتبعها خلاص وتيجي باقي على الأعمار اللي تحت 25 يوم دي بسرعة هتلاقي عندك عمر مثلا 22 وعمر 19 وعمر 17 تنزل بقى طول من تلحد عمر يوم ده تعمله برنامج تحصين إضافي تزود يعني لو أنت كنت ماشي مثلا على برنامج تحصين في الفقاسة تحصينة وعمر مثلا 12 يوم تحصينة تعالى حط واحدة كمان عمر 18 دي أول خطوة أن أنت بتزود تحصينة في معاد مناسب طبعا بالتنسيق مع الدكتور أو أني كلامي أصلا في النقطة دي للزملة الدكاترة يعني النقطة دي للشركات والزملة الدكاترة في شركات الدواج يبقى في حالة الإصابة بالايبي لو خفت لو خفت أنك تحصن بقى العنابر هيمسك القايبي هيمسك الكسم كله عمبر عمبر هتزحلق هتفضل بقى كل العنابر تنصاب لكن لو أنت في الأول أخدت كل العنابر وحصنتها تحصين وقائي مش اضطراري في الحالة دي بنسميه وقائي أما النصاب النصاب العنبر للنصاب ده خلاص مش هينفع تحصينه تحصين الإضطراري في النيوكاسل بس خد بالك لكن العنبر الإنصاب تاخد بالك من سبلته يعني تيجي بقى وانت بتشيل السبلة قبل ما تشيل السبلة بتجي في فورمالين وترش على السبلة وبعد كده تجمحها وترش تاني وتطهرها بص غرق السبلة مطهرات وانت بتشيل السبلة من العنبر غط السبلة وهي بتتحرك ما بين العنابر المهم انك تقلل الفكرة ايه تقلل الشيدنج او بتقلل انتشارية الفيروس وقوته في القسر علشان ما يجريش يصيب باقي العنابر ويتغلب عليها وياخدهم لك عنبر عنبر ويأزيك شهرين ثلاثة الفكرة ان انت العنبر الإنصاب بتعمل عليه كنترول باقي العنابر بتحصنها ودي التركة الثالثة في الحلقة احصنها ايه بقى خد بالك تحصين الإي بي في نوعين في كلاسيك وفي فيريانت انت ممكن تكون محصن الكلاسيك بس حط فيريانت ممكن واحد يقولي يا دكتور ما انا محصن كلاسيك وفيريانت زود في الفيريانت نوعين في نوع اسمه 793 وفي نوع اسمه او عيلة اسمها 274 لو انت كنت محصن 793 خلي التحصين اللي هي الاضافية اللي احنا اتفقنا عليها دي تبقى 274 يعني غير العيلة او العكس لو انت كنت مدي 274 اللي هتضفها التالت اللي هتضفها دي خليها 793 اديني امثلها يا دكتور يعني عندك IB94 وعندك IB برايمر مثلا انا بديك مثال او بلاش ندي امثلها عشان ما يكونش دعاية للشركات خلينا نتكلم بواجه عام يبقى التحصينة بواجه عام كده انت كنت محصن تحصينة كلاسيك ادي واحدة فيريانت طب ما ادي فيريانت في نوع تاني يعني فيه الفيريانت نوعية ادي العيلة التانية طبعا انا بكلم في الحالة دي الزملة دكتورة يعني في موضوع الشركات الكبيرة الكلامي دلوقتي موجه للناس المتخصصين فالفكرة ان انت لازم بسرعة تدي عطرات وطبعا الابليكيشن تسعين في المية من نجاح التحصين مرتبط بالتطبيق الابليكيشن لو انت كنت بتشرب روش طب لو انت كنت بترش يعني لو تعرف تقطر خير وبركة كل ما تعلي قوة التحصين انت بتعلي الدفاع ضد شراسة الفيروس في العنبر اللي نصاب اللي سابلته هتكون مصدر عدوى انت بتكون في حرب ما بين قوة التحصينات اللي انت شغال عليها وقوة وشراسة الفيروس اللي هيطلع من العنبر المصاب علشان كده دايما بقول لك العنبر المصاب ده بقى يتطهر كويس وسبلته تاخد بالك منها ده مصدر عدوى وفراخه يعني اعمل عليها كنترول جامد علشان ايه علشان انت في حرب لو لو كسبت عديت خلاص القسم كله عدى مش هينصاب خلاص الحمد لله لو خسرت يا لا هتشوفه بقى المرار الطافح بقى لاني شوف انت لو عندك خمسين ستين عنبر يعني هت الفيروس الاي بي او السد او الاتش ناين عامة دي فيروسات سريعة الانتشار سريعة يعني لو مش محصن كويس او لو ما عملتش كنترول على العنبر المصاب هتشوفي الويل ومهما بقى تحط ادوية واخترعات واعشاب ومهما الادوية دي كلها للأسف ما لهاش اي لازم في التحصنات او في الفيروسات العلاقة ما بين التحصين والفيروس الشرس هي دي العلاقة يعني هو نجحك في النقطة دي بس مهما تحط ادوية ما فيش فايد مهما يعني احنا بنقول بقى في الاول خالص التهوية اه ممكن التهوية بتساعد شوي النشارة والكتمة والازلق دي اسمها عوامل تساعد على زيادة او تقليل النافئ لكن تتخلص من الفيروس نفسه او الاصابة يعني في حد ذاتها التحصين تشد حلق في التحصين وفي الوقاية او الكنترول على العنبر المصاب تعمله كنترول جامد جدا علشان ما يكونش مصدر عدوى لباقي العنابر بكده ما فاضلش غير ان احنا نفرق ما بين الاحي بي ازاي الحل الوحيد انك لو انت في شركة كبيرة وعندك عنابر كتير بسرعة تاخد عينة من الفراخ وتعمل بي سي ار ضد الان في الوانزا اتش ناين ما ينفعش تعمل بي سي ار ضد الاي بي لان هيطلع بوصتف في الاي بي انت محصن مرة واثنين فكده كده هتطلع بوصتف لكن ما فيش تحصين حي Scene آا في ال اتشناين فلو عملت بي سي ار لل اتشناين خلاص لو طلع بوصتف يبقى اكيد اتشناين طب لو طلع همس اي بي يبقى اكيد اللي عندك اي بي فهمت الفكرة يعني اختبار البي سي ار لاتشناين هو اللي بيحدد اذا كان اي بي ولا مش اي بي ممكن يبقى الاثنين ممكن يبقى positive H9 وممكن يبقى positive IB وده يعني الله يكون في عونك يكون النفق عالي جدا ويكون محتاج أنك تشتغل بقى على برنامج التحسين من أول خالص